عقد أعضاء اللجنة الوزرية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري وشدد أعضاء اللجنة الوزرية على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة معبرين عن امتعادهم جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو الذي منع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو للمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية وجدد أعضاء اللجنة الوزرية موقفهم الموحد إذا أرفض مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة